السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماكم عمر من قناة سي بي ناي المدرجة لكم اليوم فيديو جديد اليوم الفيديو رح احكي فيه عن الشغلات اللي انا بتوقع او بتمنى انه تتعدل بلعبة سيفن ديد ليسينس جراند كروس مشان اللعبة تصير احلى وامتع واسهل بكتير ويقل التكرار فيها بتمنى انه الافكار هاي يعني تتطبق باللعبة بصراحة لانه ومتل ما هنه بيضلوا بنزلونا انه احنا بدنا نقلل الريبيتاتيفنس فالاصاص هاي شما يدخل الى عالم فبتمنى انه هنه يطبقوا هاي الشغلات بالمستقبل القريب او البعيد فخلونا نبلش طبعا اول شغلي انا لما لما فكر باللعبة او لما فكر باكتر الشغلات المزعجة هلا الحلو انه معظم الشغلات اللي كانت مزعجة باللعبة سواء كانت بالجير بالريرول بالهامرز بالتطوير الجير كل هالقصص كله يعني بصراحة يعني نيتمار بلعدلوا عليها فوق ما انا كنت متصور بحتى يسهلوها علينا فانا ما اعتقد انه اه تطوير هاي الشغلات او تحسين هاي الشغلات حيأسر او انه حيكون صعب عليهم بما انه هنه عم يحاولوا يزودوا بالكوليتي اوف لايف انا بصراحة التحديثات اللي بكون فيها اه بالنسبة لي افضل من التحديثات اللي بكون فيها بانارات سفاحة لانه البانار الاحتجي شخصية هترجع ان تتكرر نفس الشي من اول وجديد بس بشخصية جديدة اما التحديثات اللي رح تجي اللي بتكون الكواليتي اوف لايف هتأثر على اللعبة بشكل كامل طيب خلينا نجي على الشغلة الاولى اللي انا بتمنها بتمنى انه يكون انا عندي القدرة اني انا فوت لعند الفريند واحد من الفريندز مسلا وشوف البوكس البوكس اللي عنده مسلا شوف الشخصيات اللي عنده بس بالفريندلس مشرط كل العالم او حتى اقل ما فيه انه مو بالفريندلس التوب سي سي اا او التوب اا اا كلانز او توب بلايرز على الاقل مسلا هذا الشخص لنشوف تيم كومبات كلاس مسلا هات الشخص 245 على الاقل يحطولك التيم اللي هو مستخد تيم السي سي تابعه مسلا انا ممكن هي القصص ما كدير تهم العالم الباقية بس انا بالنسبة الي هاي كتير بتهمني مسلا بدل ما يحطولك شخصية تابعه يحطولك التيم اللي هو عامله والسي سي تابعه هاي اول شغلة ثاني شغلة يعملوا الريوردينج سي ستم الريوردينج سي ستم هادا يكون للموضوع هادا الـ top 100 سي سي top 100 box سي سي top cc player whatever ليش لانه هلا ممكن يجي واحد يقولك انه هادا التحديث رح ينفعل الويلز هلا خلينا نكون صريحين شوي هلا لنقول هادا مثلا الي هو دكتور دوم مثلا السي سي تابعه 245 هاي الأشخاص الباقيين اللي ما بيشتغلوا على الموضوع هادا انه يتعبوا عليه هلا اعتقد هاي الشغلة رح تتطبق بس بطريقة مختلفة كيف عنا شغلة الـ guild wars اول شي طبقوه على 32 top ورح يفتحوه للكل اعتقد هاي هاملوا نفس الشي بالناحية السي سي انه يصير فيه ريوردينج سي ستم للسي سي و ريوردينج سي ستم للبوكس سي سي هاي شغلة الاولى اللي انا بتمنى انه تتطبق باللعبة مشان شو تكون متل محفزة وتزود المنافسة باللعبة خارج النقطة التانية اللي هي يعني مسلا لناخد على سبيل المثال بما انه الشباب كتير بيحبوا لما لما ناخد شخصيات مختلفة خلينا ناخد على سبيل المثال ديان هاي مسلا اا يكون في شي مسلا مثل هون او يحطوه هون اللي هي كاركتر رانك هاي شو هاي متل انت بتعمل ريجستر او بتعمل تسجيل للسي سي تبع الشخصية اللي انت عندك ياها مسلا الماكس سي سي اللي انت وصلت له الشخصية وبناء على هذا الشي بصير فيه مثل منافسة ريوردينج سي سيستم اعتقد في لعبة ماربل فيوتر فايتس كمان لنت ماربل مطبئين هاي الشغلة طبقوا اعتقد بعد سنتين او بعد سنتين ونص من ما بلشت لعبة وانا كنت كتير كتير لائيا هاي شغلة جميلة ليش اول شي لما انت تشوف الرانكينج تبع الكاركتر تبعك وتشوف انه مخفض كتير مع انك انت شغال على هاي الشخصية بتعرف انه انت في شغلات لسه ممركز عليها في شغلات انت ناقصة عندك على سبيل المثال مسلا لنقول انه هاي ديان تبعي انا بعد ما سويت لها كل شي وطور طبع وعملت لك كل القصاص كان الرانك تبعها الخمس تالاف على اللعبة هون طبعا بيحطولك بالرانكينج انه طوب وون قديش CC هاي اول شي بتفيدنا من ناحيتين اول شي انك انت بتعرف قديش المكسيموم CC اللي ممكن توصل لاله هاي الشخصية في حال كنت عم تبني team CC أو whatever تاني شي بتعرف شو الاغلاط اللي انت عم تعملها بالشخصية تبعك لسبب هذا انه CC تبعك منخفض تالت شي بتحفز الاشخاص اللي عندهم شخصيات مفضلة انه اشتغلوا على هاي الشخصيات يعني على سبيل المثال في ناس مثلا انا كتير لاحظت انه في ناس مثلا شخصيتهم المفضلة لنقول هاد غريامور او شخصيتهم المفضلة مثلا هندريكسل او هيلبرم او whatever فانت عندك القدرة انه ازا انا شخصية المفضلة هاي اني انا اطور هاي الشخصية لتكون اقوى شخصية بالجلوبال مثلا الكاركتر نمبر وان على كاملا بهاي القصة انت اول شي بتقدر انك انت متل ما بيقولوا اا تعطي الشخصية المفضلة لتبعك حقا وانه تكون انت مثلا متميز بشي معين وثاني شغلة انه ممكن يكون فيه للموضوع حاط يعني انا بتذكر بلعبة كان لياخد الموارد مساحة الشخصية يعطوه موارد سواء كان موارد تطوير او جمات او whatever بيجي واحد بيقلك يا عمر طيب هاي شغلة حتفيد الويلز شوف اللي ممكن تقول حتفيد الويلز بس ما تقنين انه في شخص free to play شو ما في شخص free to play ما عندن قدره انه يمكس شخصية واحدة او شخصية او شخصية على الاقل يعني قد ما كنت انت free to play في ناس free to play عندن lost 266 عندن لبس عندن لبس الكامل عندن ماكس كير عليه بس انت بتفري لما تطلع على sub stat تبع الشخصية اللي انت مكس ها بيجي على سبيل مثال عندي لز انا معتبر حالي اني انا مكس كل شي كله 15 لبس كله ماكس وكل شي طيب بيجي واحد عندن ايها اعلى من لي لي ش لانه basic stat تبع هذا اعلى من هاد وهاد اعلى والقصص الباقي هدول نفس الشي كمان عالم اللي عندي هاد الشي بيخليك انت تصير تعرف انه انا لما بدي ابني الشخصية ابني الشخصية صح دور على الكير اللي يكون الاستاذ تبعه عالي الاستاذ تبعه ممتاز مو اني انا ابني شخصية حطل خمس تعشات والاخير تلاقي ايهاي 2150 من اصل 1800 هاي شغلات هتصير انت كلاعب تركز عليهم لانه بتكتشف انه انا مع التطوير اللي انا طورته لشخصيتي لسه تفي عنده نقص كبير هاي النقطة التانية هدول الشغلات اللي انا ذكرتهم اول شي هدول من ناحية وشغلات جديدة لتساوي حماس اكتر باللعبة بنجي عن الشغلة التالت اللي هي انا بعتبره من الشغلات اللي جدا جدا مزهجة باللعبة اللي هي شغلة الجير مو شغلة تطوير الجير لأ شغلة حط الجير يعني انا عندي لأ ما عافية نقول ترينين كيف عندي البي بي بي إليت وعندي السواني مشا ما يطلع الصوت بعد للتسكورد عندي البي بي إليت وعندي ال قيلد بوس وعندي تيم الفارم أكتر من مكان فارم عندك تيم البوس باتل اللي بتطلع فيه شياطين إذا عندك لبس مثلا نقول أنا عندي لبس تبع الجري ديمون ولا الوات ايفر ولا الوات ايفر بيكون عندي تيم خاص لهذا الستيج في عندك الري ديمون والجري ديمون والكري ديمون كل واحد منهم عنده مختلفة الوقت اللي انت بتضيعه باللعبة وانت عم تبدل من شخصية لشخصية من قصة قصة ولا قصاص هاد الشي كتير وكتير بيصير يعني مع الوقت بتصير مزعج جدا وبشكل ملحوظ يعني انه مو انت والله مزعوج من الموضوع هذا اللي ما بيلعب اللعبة كتير ممكن ما كتير يتدايق منه بس أنا على سبيل المثال لما بدي لعب شياطين بيجي بعمل لواحد بدي قعد استنى دقيقة ولا دقيقتين بس لحت يبدل قطع الجير تابعه ويبدل الأصص كله لو بيعملوا شغلة هاي شغلة موجودة بلعبة صلت موجودة من جديدة عفكرة أنا الأفكار اللي أنا عم جيبها معظمة مطبقة بألعاب تانية يعني ما لكم كيف تكون تتطبق هاي الشغلة وأعتقد ما فيها أي نوع من الصعوبة بمجرد ما أنا ألعب بالتيم مرحلة أو ألعب بالتيم مكان في يكون عندك مثلا كيف هاي الأصص يكون عندي هون شغلة اسمة بمجرد ما أكبس على شغلة بيحط لي آخر مرة لعبان هاي المرحلة شو التيم اللي أنا كنت باستخدمه شو الكير اللي كنت حط عليه للتيم هدا فأنا بمجرد ما فوض على أي بيجي لهون بلاقي موجودة مثلا بيجي لهون بلاقي موجودة مثلا هون أو هون بكبس عليها ضغري بيحط لي التيم اللي أنا كنت عم بلعب فيه آخر مرة فأنا ما بضطر أني أنا كل ما بدي لعب أعد دور وين التيم اللي كنت أنا عمل وبيكون عندي الأماكن هدول لأن الخمس شغلات هدول مخصصين لشغلات معينة مثلا أنا عندي هاي اللي هي تبع السي سي هدا التيم تبع السي تبعي دائما بخليه موجود هون مشان لما بدي عدل عليه يكون عندي مثلا هون شي لشي مختلف هون شي تضطر انك انت كل ما بدك تلعب مرحلة تبدل الجيل وتعمل وتساوي النقطة الثالث هاي النقطة الثالثة النقطة الرابعة أعتقد سواني والله أنا ضوعت لحبل الأفكار تبع إيه صح النقطة الرابعة اللي هي الشغلة اللي أنا كتحاكي عليها قبل هيك وبتمنى أنه عن جد تطبع باللعبة اللي هي achievement system جدا رائع أول ما تبلش اللعبة أس بعد ما تصير صار لك فترة طويلة تلعب باللعبة بتكتشف أنه أنت فعالية ما عم تخلص أي achievement يعني معظم achievement اللي موجودين باللعبة يا أما مستحيلين مثل هدول التنتين يا أما بدون وقت مزهش جدا مثل مثلا أو هيك ما مستحيلة أو بدون وقت كتير مثل مثل تبعات البي في بي أو تبع الopen village chest مثلا أو شوف كمان في شغلات هدول التنتين مبدأين مستحيل يخلصوا في عندنا تبع الفرينز مستحيل هاي ثلاثة في واحدة أعتقد لا أنا هي ليش مخلصة في اللي هدول مت مقالت لكم الأطوال تبعات البي في لعب 1200 مرة طيب هلأ السؤال ما بيقدر يعملوا مثلا يضيفوا عند المسلين أو يضيفوا عند المسلين مثلا خمس تالاف مرة فرم هاي الستيج ولا لعبان هاي المرحلة ألف مرة ولا فرم الديمن خمس تالاف مرة ولا جايب عشرة الاف رديمن هون هاي كيك في مليار مرة يضيف ومو شرط كل الريوردز تكون هيك عشرين الف جولد نفس هاي القصص بقدروا يغيروا بالريوردز اللي هون يحطوا مثلا لما خلص مثلا عشرة عشرة رديمن باخد عشرة هورد الريورد لما خلص عشرة كريمزن باخد عشرة إيرز خلص عشرة هيك على سبيل المثال الريوردين سيستم بيتغير سوري الشالينجينج الاتشيف منت سيستم يتغير مش رط يغيروا اللي تحت اللي هي هاي الاتشيف منت بوينت لأنه هاي جدا أنا بعتبرها جميلة خاصة إذا أنت تلسا بلش جديد باللعبة حتلاقي إنك تعم تاخد جمات كتير بدون ما تلاحظ هي كمان نقطة في نقطة هي نقطة الرابعة أنا عتقد عندي خمس أو ست نقطة ممكن أنا إذا بلاقي بتتغير باللعبة كتير رح تعمل فرق رائع في نقطة خامسة اللي هي الستوري إذا بتلاحظوا أنتوا كان أول ما بلشنا باللعبة لما هالشابترات كنت أنت كل ما تخلص شابتر تكتشف أنه في موارد جديدة عندك القدرة أنك تفرمها بسبب أنك خلصت الشابتر أو بسبب أنك خلصت الستوري ليش ما يعدلوا على الستوري ومسلا بعد شابتر ستة بمعني ما تقدر تفرم موارد يكون في شغلات جديدة تقدر تفرمها بالشابترات اللي بعدها مثلا تفتح عندك شغلات جديدة تتفرم مش تكون كميات كبيرة لا بس على الأقل على الأقل يعني هلا أنا مثلا أحيانا أفكر أنه أنا أعتبر أني أنا فول تايم ستريمر أو فول تايم يوتيوبر أو وانا الفوكس تبعي الكامل هو على القناة أو فوكس كامل على لعبة 7 Dead License أنا إذا خلصت البوسات الستة لعبة الشيطين الستة تبعدي ولعبة ستة مع واحد عمام العنويات تريد خلصت الجيوم تبع البي في بي كله خلصت الديلي كله وكله تمام هذا كله بيخلص بتقريبا ساعة ونص أو ساعتين ماكسيموم أنا بعد الساعتين هتون شو ممكن أعمل باللعبة شو في content أنا فيني فرمها بشكل مستمر أو طور فيها بشكل مستمر أو اشتغل عليها بشكل مستمر ما في ولا شي موجود عليها باللعبة بصراحة بعد أول يومين بتحس إن صار خلص repetitive وتع بترجع تعيد نفس الشي فأنت بتصير بتاكل عفو لا ما اشتريت اللبس تبعو بتصير تشيل واحد اللي بدك تعمل هو إن تشتري اللبس والسلام عليكم غير هيك ما في أي داعية أو أي فائدة لل يعني حلو الشغل اللي ضعفوه على اللي هي مثل هاي بس أنا مو شايف إنه هاي كافية مشان تخلي الناس عم يلعبوا باللعبة بصراحة أنا هي بعتبر واحدة من الشغلات اللي فعلا مسبب معضلة باللعبة وكمان في شغلة في شغلة بصراحة يعني جاعة لبالي تتعدل باللعبة اللي هي شغلة مشو كان اسمه تبع القير خاصة لما أنت تكون يعني هلأ أني عدلوا على تبع الكوكي لما أنت تجي مثلا أنتك تطبخ طبخة كنت لما تعمل هيك تعمل جديد هلأ بمجرد ما تحط كوك وتروح لعنده هو لحاله بيحط المعطيات وبيعمل نفس الشي طب ليش ما يعمل نفس الحركة على موضوع الكير بمجرد ما أنا عامل هيك هو تلقائيا نروح عند مارلن يحدد قطع الجير اللي أنا كنت بدي عامل عليها وإيلي خلاص بس ليش لازم لمروح لعند مارلن أرجع عيد القصة كل وحط الشخصية اللي أنا بدي إيها وأرجع عيد من أول جديد التضويع وقت على الفاضي تماما هي شغلة وفي شغلة ما أعتقد ما أعتقد بالخطايا يعملوها لأنه ممكن تسبب لهم ضرر مع أنه أنا أتمنى أنه يعملو طبعا شغلة الهوك الكالكوليشن نهاية ماذا شو لازم يعملو عليها تعديل لأنه صراحة ما بعرف شو فكرتها باليوم باخد 100000 جولد عالفاضي لازم يغيروا بالنهاية يعملو لأ فائدة تانية غير الفائدة اللي هي موجودة فيها الشغلة اللي كنت أنا عم بحكي عليها والله تسيت شو كنت عم بحكي فيه نقطة كتير مهمة كتعم بحكي فيها ونسيت سلسلة أفكاري بسرعة بتضيع والله نسيت شو كانت النقطة اللي كتعم بحكي فيها يعني فيه نقطة كتير كتير مهمة بالنسبة اللي عم بحكي فيها بس نسيت هلأ ايه صح هاي غيرة بس هاي نقطة كمان كتبدي احكي عليها اللي هو الترينينج كيف الترينينج كيف اول ما اجا كان حلو صراحة اول ما اجا كان جدا جميل و جيم مود جديد وانت عم بتعمل فيه رواء ومع فكرة بياخد بيعط عشر هامر غيران تيم وخمسة عشر انك تعم بفتي رواء وبتحط التيم وكل شي حلو بس بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة انا كلي خمسة ايام عم برجع عايد نفس الشريط ما عم بعمل اي شي جديد عم برجع عامل نفس الشي اللي انا عم بعمله كل الخمسة ايام عم فوت بحط التيم او او صارت اوتو حتاني اه التيم اللي هو تبع الترينينج كيف معروف انا بحطه وكل شي وسلام عليكم وبخلصها كاجراء روتيني فقط ما في اي نوع من التفكير ولا اي نوع من التعب حتى بس اجراء روتيني الريوارد نفسها وال لازم هذا ينعمل عليه ريوورك انا هاي الشغلات مو شرطا عم بطلبها انه تنعمل هلأ وانا بضمن لكم انه معظم الشغلات اللي انا ذكرت بالفيديو رح تطبق وبس تطبق رجعوا على الفيديو وشوفوا شو الشغلات اللي انا حكيتها وتطبقت الترينين كيف ريوورك تاني الشغلة الريفيرس ستيج جابونا مرتين سيزنين كانت جدا جميلة ورائعة بعدين وفيها يعني شوية تحدي بعدين خلص ماتت يعني سيزن اعتقد صار له ستة شهور زي مو اكتر وهلأ يمكن حتى بنسخة ينزل سيزن ثري فكتير مأهملين هاد الجيم مود مع انه هاد الجيم مود كان شوي تشالينج بالنسبة للباقي لانه انت عم تشتغل بشخصيات مو متعود انك تشتغل فيه في شغلة كمان انا قلت خمس ناط بس وانا عم بحكي عم يجوني الشغلات اللي انا كنت عم بحكي عنها من قبل وعم بتناقش فيها حتى مع الاعضاء تبع الجيل تبعنا وشغلات لو بحس نوع باللعبة كتير رح تعمل فرق شغلة الجيل بوس الجيل بوس انا صراحة جدا جدا دايق خلي من موضوع الجيل بوس كمان نفسه نفس كل شي باقي عبارة عن روتين اسبوعي مو يومي روتين اسبوعي انت بتعمله مشان تاخد هال الريوردز الحلوين اللي تحت مشان الاسوسياشن تبعك او الجيل تبعك يطلع من top 1% هاد الطموح بالنسبة لي ويطلع من top 1% ناخد الSSR بندنت وال 600 كوين وسلام عليكم طيب ليش ما يعملوا بدل الجيل بوس او يضيفوا على الجيل بوس شي اسمه الورلد بوس الورلد بوس هاد شو فكرته فكرته انه هو بوس مثلا نقول الHP تابعه 100 مليون مثلا وانت عندك لنقول 10 لفات كل لعب عنده 10 لفات يفوت يلعب ضده ويعمل ويعمل عليه اكثر دمج ممكن بهال 10 لفات وخلال هال 10 لفات كل شي دمج بتعمله عليه انت بين خصم من HP تابعه اللي هو لنقول 100 مليون مثلا بنحط كمية الHP اللي انت خصمته من البوس بنحط سكور لقلق بس تخلص منه انت بيفوت اللي بعدك اللي بعدك بيفوت على البوس بيعمل نفس الشي بيحاول يعمل دمج قد ما بيقدر مش عط كل يوم يكون هذا ممكن يكون مرة مرة كل اسبوع مرة كل 3 ايام بس انا ضد انه يكون صراحة مرة كل اسبوع مشا ما يصير بالنهاية الروتين اسبوعي وانت ما فيك تاخد جواز اللي مرة بالاسبوع ازا بساقوه مرة كل يومين او مرة كل 5 ايام مرة كل 3 ايام مو مشكلة اا بتفوت مسلا بيجمع الاسكور ازا انت بتوصل لل 100 مليون اللي مو انت ال جل تبعك كامل بيوصل لل 100 مليون لنقول هو 100 مليون وصلت وانت تبع 10 مليون 20 مليون بتاخد تبع 20 مليون ازا انتو مسلا كجلد كامل 30 شخص 30 شخص لعب ال جلد بوس ونزل 100 مليون اتش بيو بتاخد ريوارد سفاحة مشان شو مشان يشجع ال جلد انو صير ويشتغل مع بعض الممبر كل اياتو نتعاون مع بعض مشان اعملوا شغلة او احققوا شغلة هاد الشي كتير رح يكون حلو بصراحة ازا بيطب خاصة ازا كان جوائز مستاهلة يعني مسلا على اول 10 مليون تاخد 5 على 10 مليون تاخد 10 او 20 همر على 30 مليون تاخد انفل 10 بلا بلا بعدين مسلا ازا بتخلص 100 مليون كل شي بنزل باللابة بيعطي جمات هيجيب كتير كتير اا يعني هيجيب كتير اقبال قد ما كان الجيم مود سيئ قد ما كان الجيم مود صعب ازا كان فيه ريورد تبعو مستاهلة ريورد تبعو بتعطي جمات هتلاقي العالم كل لايات عن تلعب الجيم مود اه حلا تذكرت انا كنتي حكي عن ليفل تذكروني ما جاريت هادا الموضوع يتطبق باللابة لانه اعتقد ازا بيتطبق الجلد الجلدات بالاحرى بشكل عام رح ينتقلوا لمستوى مختلف تماما اول شي هادا الشي رح يشجع الجلدات الصغيرة والضعيفة انه يطوروا حالهم مشان يقدرو ياخدوا الفاينال ريورد لنقود تاني شي ما كتير عن فكرة هادا الشي رح هيعطي افضلية للتوب جلد لانه ازا كانت الريورز موارد والقصص هاي التوب جلد ما اعتقد عندهم الحاجة يقد ل ل هالموضوع بس هيكون فان جيم مون بالنسبة له ممكن يكون اكتر ممكن يكون اكتر من 100 مليون مليار و 10 مليار بس المبدأ هو ثابت المبدأ اللي انا اصدي عليه بالقصص اللي انا عفك فيها وبتمنى هي القصص تتطبق باللعبة موضوع الليفل ليش ما يعملوا شغلات انه يشيلوا الكاب تبع الليفل تبع البلاير يعني بصراحة انا ممكن افهم موضوع انه عندهم متل سايكل دورة تخلص الاستامينة تبعك تعبي استامينة بوشن تخلص استامينة بوشن تعمل بولات مشان تجيب سيلفر كوينز مشان بتستخدم استامينة بوشن طيب ليش ما يعملوا انه مسلا بس توصل ليفل مية هي اللعبة كل بتاخد استامينة بزيد الاستامينة تبعك واحد ليش ما يعملوا انه بعد ليفل مية بتصير كل ليفلين بتزيد استامينة واحدة بعد ليفل ميتان بتصير كل تلت ليفلات بتزيد استامينة واحدة استامينة بار تبعك بعد لثلات مية هيك ساعتها شو اول شي بيكون فيه هدف مثلا للفارم تبعك او فيه هدف تاني للفارم تبعك غير الهدف الرئيسي اللي هو سواء موارد جولد أنبلز واتف الهدف التاني هذا اللي هو بيكون انك ترفع ليفل ترفع الرانك تبع كبلاير ويكون فيه على الرانك نفس هاي الموجودة تتوسع اكتر تتوسع اكتر يصير فيه على كل خمس لفلات اول شي بعد يصير على عشر لفلات على عشر لفل على تلاتين لفل هاي القصص كلها يات اللي أنا عم بحكي بتعطي استمرارية للعبة بتعطي اه متل اهداف اللعب بيحاول يوصل باللعبة سواء كانت توسيع مسلا آآ الليفل الاول بتلفله بترفع استمينة الليفل الثاني بتزود الفرينتز عندك الليفل الثالث بتزود البندر شو هيك هاي القصص كلها يات بتعطي متعة وطعم مختلف للعبة ممكن هدا الشي يساعد اللعب انه يتطور ويتحسن ويصير يستخد مو وقت اكتر على اللعبة ازا هن آآ كتير بيحبوها للعبة وات افر وهدا الشي ما راح يكون سلبي ضد الناس اللي هن ما كتير بيقض وقت لانه انت فعليا انا بالنسبة لي ازا انت ما بتعطي اللعبة حقها من الوقت انت ملك مستاهل انك انت تكون من التوب بلايير هدا الشي بنفس الوقت يعني بيعتبر انه هدا الفارق بينك وبين الاشخاص اللي هن عندن تفاني للعبة وعندن بيعطوها وقت الكافي للعبة بيعطوها حقها ازا انت بدك تكون من التوب بلايير ما حتكون توب بلايير بدون ما تلعب اللعبة انا هدا برأيي الشخصي انا هحور شيكم حاليا كيف ممكن واحد جيب كتير بسرعه هدول بصراحة ما عم استخدمه ف بس اعتقد هيك هاي الافكار اللي هلا على يعني براسي عم تطلع على لساني ممكن في شغلات تانية انا نسيت او خفلت عنها فبتمنى اي حدا عنده فكرة جميلة بيتمنى تطبق باللعبة سواء كانت باللعبة يكتبلي بالتعليقات تحت شو الشغلة اللي انت بتتمنى انه تصير موجودة باللعبة ويا ريت ما يجي ما يجي واحد يقال لي trading system اللي هو انه انا عندي كوينات زيادة من lost vein اعطيك يهم وانت تعطيني كوينات اسكنول لانه هاي ما ممكن تصير باي gacha game هطوها براسكم هاي الفكرة كل اللعبة gacha لابتا كل العالم اللي بيلعبوا اللعبة بيقولوا يا ريت لو في trading system ما رح يصير trading system اللعبة مبنية على gacha يعني انت الفكرة من اللعبة انه انت حظك مختلف عن حظ اللي غيرك فما تتوقع يكون في trading بس انا بصراحة مهتم اني اعرف شو الشغلات اللي انتو بتتمنوا انو تتلاقوها بلعبة الخطايا السبعة تتطبع فيها للعبة وموجودة بلعب تاني انا عفكرة اعتقد ديان الخضرة موجودة بهاي البانر اذا طلعت لي gg حلو هيتتذكروا لما ما كان عندي ها 6 6 الا لما صارت عندي 6 6 هتطلع لي بالكيلو فبس هذا هو الفيديو تبع اليوم وتمنى يكون الفيديو كان خفيف لطيف عليكم وتمنى يكون اعجبكم النوع النواية الفيديو لانو هذا مو من الفيديوهات اللي انا كل يومين والتاني رح نزل لانو نوعا ما خطر بالي انا عاد عم بحكي مع الشباب على خطر بالي اني بصراحة عمل الفيديو حسيته كتير يعني جذب جذب انتباهي واهتميت في فيا ريت متل ما عدت لكم تكتبوا لي بالتعليقات تحت شو الافكار اللي بتتمنى وتتطبع بلعبة الخطايا السبعة وشو الشغلات اللي بتتوقع وتجيب المستقبل وبتتمنى وتجيب المستقبل طبعا اذا عجبكم الفيديو انتم مو مشتركين معي بالقناة ياريت تشتركوا و اذا عجبكم الفيديو وصلتوا له هلا ياريت